موسيقى مساء الخير المقالة هذا الأسبوع على موضوع أظن أنه هو الموضوع الساعة في مصر الآن وهو الدستور طبعا الحقيقة أن ما يحدث الآن في كتابة الدستور المصري مقلق جدا للغاية الأول عايزين نقول يعني إيه دستور الدستور معناها كلمة فارسية معناها الأساس الدستور معناها الأساس يعني إيه أساس يعني أساس النظام السياسي في أي دولة هو الدستور الدستور طالما تحط لو جينا بعد كده أي قانون طلع أنه غير دستوري يتم إلغاءه فور يعني الدستور ده أهم شيء في أي نظام سياسي ندي مثل على كده علشان بعض الناس بتقول أنه الناس اللذيرة يعني يختلفون حول الدستور بيبلغوا شوية يعني إيه يعني الدستور لا الدستور ده حاجة مهمة جدا لنا والأولادنا وللبلد كلها الثورة المصرية سنة 1919 نجحت ورجع سعد زفلول من المنفى وابتدى المفروض كل ثورة بتنجح بتعمل دستور فالملك فؤاد في الوقت ده ما كانش عايز تبقى الجمعية بتاعة اللي بتعمل الدستور تشكيل الدستور تبقى منتخبة لأنه خاف إنها لو منتخبة تقلل من صلاحياته فالوافد اللي هو حزب الثورة قاطع الجمعية والملك فؤاد عمل جمعية كويسة جدا من كبار القانونيين عمل الدستور 23 بس لأن الملك فؤاد هو اللي عينهم خلي بالحضراتكم النقطة دي عمله دستور هو أعظم دستور في تاريخ مصر دستور 23 بس راحهم مزودين مبدأ واحد اللي هو من حق الملك إنه هو يحل البرلمان والحكومة وبالتالي أصبح كل الموضوع في إيد الملك نتج عن كده إيه نتج عن كده إنه خلال 30 سنة من سنة 24 لغاية سنة 54 الوافد اللي هو حزب الأغلبية حكم 6 سنين وكسور أقل من 7 سنوات ليه لأنه الملك في أي وقت كان الوافد بيزعله بيحل البرلمان ويحل الحكومة يعني الدستور ده مهم حيظل حيظل لسنوات قادمة متحكما في مصر طيب بسرعة كده اللي حصل في الدستور الثورة قامت المفروض الثورة لما بتقوم بتسقط دستور وتعمل دستور جديد مجلس العسكري الذي هو جزء من نظام مبارك رفض هذا الموضوع وعمل تعديلات كلنا فاكرينها وللأسف الطيار الإسلامي اللي هو أو الإسلام السياسي اللي هو الأخوان والسلفيين ضغطوا فيه اتجاه المجلس العسكري ولو نذكر نزله الناس البسطاء بيقولولهم لو قلت نعم يبقى أنت هتخش الجنة ولو قلت لا هتخش النار للأسف الشديد أبقنا على دستور 71 وبعدين المجلس العسكري رح عامل إعلان دستوري 63 مادة لم يستشرنا فيهم خالص طيب المادة دي دي أول مشكلة تاني مشكلة المفروض كان الدستور قبل الانتخابات برضو اتفاق ما بين الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري خلى الانتخابات قبل الدستور وده اللي عملنا المشاكل دي كلها لأنه دايما بيقولوا حتى في العلوم السياسية إن الدستور إذا كانت إذا كانت البلد قطر فالدستور هو القطبان مش ممكن القطر يمشي من غير القطبان طيب المادة 60 بتقول إيه المادة 60 بتقول إنه لجنة من مجلس الشعب ومجلس الشورى ينتخبوا أعضاء اللجنة التأسيسية يعني إيه ينتخبوا يعني يبقى فيه معايير وهذه المعايير أنا أتقدمه غير يتقدم وبعدين يشوفوا المعايير دي مطابقة للأقا ويختاروا اللجنة التأسيسية للدستور اللي حصل إنه المجلس الشعب والشورى حطوا إيدهم على اللجنة تأسيسية للدستور بغير وجه حق وجيت محكمة القضايا الإداري ألغت اللجنة وقالت إن الكلام ده غير قانوني فراهم عاملين برضو لجنة أولى لا تختلف عن اللجنة التانية طيب إحنا لما بنقول إنه أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب ما يبوش جوه الدستور هل إحنا يعني يعني ده نوع من الخصومة مثلا أو نوع من الغلاسة مثلا لا مش غلاسة ده طبيعة الأشياء ليه طبيعة الأشياء لأنه الدستور هو اللي ينشئ مجلس الشعب ومجلس الشورى فلا يجوز لأعضاء موجودين في المنشأ في منتج الدستور إنهم يناقشوا الدستور اللي حينشئهم أضرب مثل مصر كلها بتقول مجلس الشورى ده مالوش لازمة يعني يعني مجلس الشورى ده عاملوا عنه رسدات الحياة مالوش أي لازمة ومحدش عارف بالزبط هو بيعمل إيه ولا إيه صلاحياته ولا أي شيء وكان بيستعمل كترضية للايه لكبار القطة السمام بتاعت الحزب الوطني اللي ما عرفوش يخشوا في مجلس الشعب بيخشوا مجلس الشورى وياخدوا حصانة ما حدش يقدر يحقق معه طيب لما أنت عملت اللجنة تأسيسية فيها أعضاء مجلس الشورى طب هل يؤقل إن أعضاء مجلس الشورى هيعملوا في الدستور إلغاء مجلس الشورى طبعا لا مش ممكن حد حيلغي نفسه ده مجرد نموذج لأن هذه تشكيل اللجنة التأسيسية به عوار كما قضت محكمة القضايا الإداري ولكن أنا شخصيا قلت المفروض إنه يتعد تشكيل اللجنة التأسيسية بحيث إنها تبقى معبرة عن أطياف المجتمع والرئيس مرسي للأسف الشديد وعد هذا الوعد ولم يافي بوعده ورغم كده الحقيقة يعني ما تكلم عن نفسي أنا قريت مسودة الدستور بعناية جدا وفي واقع الأمر كنت أتمنى إن هذه المسودة تكون مسودة جيدة لأنها كنت حقول بقى خلاص مش مشكلة يا جماعة طالما الدستور دستور كويس يبقى إيه إحنا عايزين إيه إحنا عايزين دستور كويس حتى لو اللجنة فيها عيوب مش مشكلة طبعا إحنا في وضع عجيب برضو لازم أقول لحضراتكم إن اللجنة التأسيسية للدستور بتستعجل جدا 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 لأن في حكم المحكمة الدستورية العليا ممكن يبطلها يعني الموضوع دخل في سبق أنا هعمل الدستور الأول ولا المحكمة الدستورية هتبطل اللجنة الأول طبعا لا يجوز لموضوع بهذه الأهمية أو الدستور مصري بعد الثورة المصرية إنه هو يتخذ بهذه الاعتبارات إن أنا بسرعة عمل الدستور قبل ما المحكمة الدستورية العليا تشيل طيب أنا أريت الحقيقة الدستور مسودة الدستور بعناية جدا ولقيت فعلا إن الدستور فيه مشكلات كبرى يعني 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 زي ما أقول لحضراتكم أنا كنت أتمنى أن يكون كويس يعني أنا لسته ما عنديش ما يسمى باللدد في الخصومة يعني الأخوان المسلمين أو السلفين دول خصوم السياسيين إنما هم مش أعداء أنا بس هم عايزين يخدموا البلد أنا عايزين يخدموا البلد بس طريقتنا مختلفة لقيت إيه؟ أول حاجة أول حاجة اللغة اللي مكتوب بيها الدستور لغة الحقيقة لا طريق بدستور مصر يعني فيها ركاكة وأنا مندهش طبعا هو التفسير إنه من الميت عضو فيه أربعة بس أساس القانون الدستوري والبقين يعني المواطنين طبعا لهم كل احترام بس واضح إنها مش شغلتهم من ضمن مثلا الحاجات اللي في الدستور فيه بند بيقول إنه من حق المواطنين جميعا ممارسة الرياضة وده شيء عجيب جدا وكأن هذا الحق كان مقيدا يعني هل إحنا كنا محتاجين في الدستور إنه نقول إنه نلعب كرة أو نلعب باسكت طبعا دي حاجة عجيبة جدا اللي أيضا فيه ركاكة في الصياغة يعني يقولك الشعب المصري سيشارك في الحضارة الإنسانية طيب يعني دي مش محتاجة دستور إذا كان الشعب المصري حيشارك يشارك نسيبنا من ركاكة الأسلوب خلينا بقى إيه في الموضوع ده الشكل خلينا في الموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة في هذا الدستور لا تقل عن صلاحيات حصن مبارك وربما تزيد وتعالوا ناخدها واحدة واحدة رئيس الجمهورية مفيش طريقة لسحب الثقة منه في الدستور مفيش تقل بال حضراتكم لا توجد طريقة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية في أي دولة في العالم طالما أنت منتخب يبقى ليك صلاحيات وليك محاسبة المحاسبة الوحيدة اللي موجودة في الدستور ده لرئيس الجمهورية اللي هو الدكتور محمد مرشي خلي بالكو أنه الأغلبية في اللجنة التأسسية دي لطيار سياسي اللي هو طريق الإسلام السياسي يعبر عنه دكتور محمد مرشي عشان كده هم يعني ايه مجاملينه في الدستور للأسف إزاي بقى هقول لحضراتكم أولا الطريقة الوحيدة اللي تقدر تغير بها رئيس الجمهورية هو أن يتهم خلي بقى لحضراتكم يتهم بتلتين الأعضاء بتوع مجلس الشعب بتهمة الخيانة العظمة دي الطريقة الوحيدة يعني الرئيس مرشي لو ما عملش الخيانة العظمة وهو برضو ده تعبير مطاط ايه هو الخيانة العظمة يعني أنا بيعتبر بيع الغاز لإسرائيل خيانة العظمة مثلا غير بيعتبروا لا دي شطارة مش محددة ايه الخيانة العظمة عادة هذا لا توجد اي طريقة لمحاسبة رئيس الدولة إطلاق دي نمرة واحد نمرة اتنين رئيس الدولة بيعين النائب العام طب يعني احنا كنا ولازلنا بننتقد النائب العام عبد المجيد محمود لأنه معايا من حسن مبارك وبنقول إنه لا جزء إطلاقا في استقلال القضاء إنه النائب العام يعينه رئيس الجمهورية لأنه بالتأكيد طبيعة النفس البشرية هتتعرض عليه ثلاث أسماء أجهزة الأمنة هتقوله الراجل ده متعاون أو الراجل ده عنده مؤامات سياسية أو الراجل ده مش عنيف أو رأها فهيعين واحد حتى لو ما قدرش يشيله بعد كده هو هيعين لا يجوز للرئيس الجمهورية إنه عين النائب العام لا الرئيس مرسي من حقه إنه عين النائب العام الرئيس مرسي أنا بقولي الكلام ده ليه لأنه في وسط الزوبعة والخناءة دي اكتشفت النقطة عريق جدا من المصريين ضايع في وسط الخناءة ما بين الليبرالين واليسارين والإسلامين والتفاصيل اللي بقولها دي اللي هي الأهم أنا في رأيي من الخناءات ناس كتير أو مش عارفها رئيس الجمهورية بيعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا طيب إذا كنا بنعيب وانا قلت في هذا البرنامج وكتبت إذا كنا بنعيب على المحكمة الدستورية العليا أنها معينة كانت من حسن مبارك كنا إذا بنفاجأ إن الرئيس مرسي أو الدستور بيدي للرئيس مرسي نفس صلحات حسن مبارك أنا لا أعيب طبعا ولا أن تقص من محكمة الدستورية العليا ولكن تعيين القضاء بواسطة رئيس الجمهورية يخدش استقلال القضاء قولا واحدا يعني مش هينفع نتكلم فيه ده لأنه رئيس الجمهورية لما يعين القاضي حتى لو ما قدرش يعزله بعد كده لا طبعا ما يبقاش في استقلال القضاء لا ده رئيس الجمهورية بيعين المحكمة الدستورية العليا مكتوب كده تمام صحيح من أسماء بتطرح عليه بس هو بيختار الأخطر بقى من ذلك أن رئيسه خلي بالكو معايا حضراتكو لو سمحتوا في هذه النقطة عشان بقولوكو صلاحيات محمد الرئيس مرسي في الدستور ده ربما تكون أكتر من صلاحيات حسن مبارك أو لا تقل عنه رئيس الجمهورية بيعين رؤساء الأجهزة الرقابية طيب إزاي يعني على أساس إيه إذا كان رئيس الجمهورية المفروض يبقى مراقب من هذه الأجهزة يعني مثلاً عشان نبسط المعنى هل فيه مدرس في مدرسة يعين المفاتش اللي حراب عليه مش معقولة يعني إذا كأ يعني مثلاً رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كل أجهزة الرقابية الرئيس مرسي تبقى لهذا الدستور هو اللي بيعينهم يبقى أنت عندك صلاحيات خطيرة جداً جداً صلاحيات تصنع فرعوناً جديداً وبالتالي هناك عيوب موضوعية في هذا الدستور الموضوع ليس مكايدة سياسية ولا إسلاميين ضد الإبراليين ولا الكلام ده خالص أنا عريته بمنتهى أو بما يعني وحاولت أن أكون محايداً وفيه موضوعياً فيه مشكلة كبيرة يبقى كل هذه الصلاحيات طبعاً مفيش أي طريقة تقدر أن أنت تحسب رئيس الجمهورية خالص إلا بالخيانة العظمية بس إنما لا يتسحب منه ثقة ولا البرلمان يقدر يسحب منه ثقة ولا أي حاجة خالص وبعدين طبعاً لما هو اللي يعين رؤساء الأجهزة الرقابية طبعاً كده يبقى اتخدش استقلال هذه الأجهزة ده شيء طبيعي جداً يعني وبالتالي وطبعاً مبارك كان بعين برضو رؤساء الأجهزة الرقابية يبقى بعد الثورة هذا الدستور احتفظ بسلطات حسن مبارك لمحمد مرسي يبقى عملنا إيه؟ طب دي نمرة واحد نمرة اتنين بند بيقول منع محاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية ده شيء طبيعي جداً وطبعاً كل المذابح اللي مسؤول عنها سياسياً المجلس العسكري سواء محمد محمود مجلس وزراء عباسية احنا كنا عارفين اللي بيحصل أو أنا شفت ده بعناية إن الصوار بيتمسكوا بيتم تلفيق لهم تهم وبيروحوا حتة اسمها السين 28 وبيتقال عليهم دول كانوا اعتدوا على القوات المسلحة وإن معاهم أزاز ملوتوف وإلى هذا الكلام خلاص منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد ما حطوا المادة دي رجعوا حطوا مادة قالوا مادة موازية لأن طبعاً إيه؟ المجلس العسكري بيضغط علشان عايز يفضل يا حاكم المدنيين أمام محاكم العسكرية لأن دي وسيلة قامع لأن دي وسيلة قامع ها؟ وسيلة قامع فحصل إيه؟ رحوا معاملين مادة موازية وقالوا ممنوع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكرية إلا في الحالات اللي يحددها القانون يعني دخلنا بقى فيه مبدأ اللي هو إلا إذا يعني طالما دخلنا إلا إذا يبقى ما يبقى كده مش هينفه يعني أنا أقول لك حاجة وحوريكوا أنها هتعملت تاني دلوقتي في حاجة أخطر ها؟ هقول لك حاجة مبدأ وبعدين هرجع أقول لك إلا إذا يبقى إحنا دلوقتي تراجعنا عن هذا الموضوع نمرة ثلاثة لا يوجد أي نوع من الرقابة على ميزانية القوات المسلحة يعني القوات المسلحة دي ومعليش القوات المسلحة دي تخص الشعب المصري وقوات المسلحة دي فخرنا جميعا والجيش المصري يعني أنا مش بتاع حد ده بتاعنا بتاع الشعب المصري لأن الجيش المصري ده يعني أخويا وأخوك وابني وابنك يعني إحنا مش بنتكلم ننتقد الجيش إحنا بنقول الأصول صورة قامت إزاي ميزانية قوات المسلحة تظل محجوبة ولا يمكن محاسبتها دي حاجة عجيبة جدا نرجع بقى للموضوع اللي أنا شايفه أخطر بصراحة اللي هو عامل مشاكل دلوقتي جمدة جدا إيه هو الموضوع إحنا المبدأ المادة التانية المادة التانية للدستور بتقول إنه مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مبادئ الشريعة خلي بقى لحضراتكم معنا عشان الموضوع هنا بيبقى خطر جدا المبادئ الشريعة الإسلامية الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغتها الرسمية ماشي ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع حلو جدا المادة التانية دي وافق عليها اتعاملت في وثيقة الأزهر وتوافق عليها وكل الفرق السياسية توفقت عليها من أول يعني أقصى المتطرفين أو المتشددين الإسلاميين لغاية إخواننا أو لغاية الأقباط وفقوا على المادة التانية ومن العجائب أنه لما جم الإخوان والسلفين يحشدوا الناس عشان يقولوا نعم في الاستفتاء كانوا بقول لهم نعم لحسن حيلغوا المادة التانية وده ما كانش المادة التانية معروضة خالص على الاستفتاء ولكن للأسف يعني المصالح السياسية بتخلي يعني بيزعلني لأن ده من الدول السياسيين عاديين أنا راجل مسلم والمفروض أنه يعني ما تجذبوش لمصالح سياسية فالمهم إيه أدي المادة التانية يبقى احنا قولنا المبادئ مش الأحكام حلو؟ عشان نبسط الموضوع المبادئ هي قطعية الدلالة وقطعية السبوت بمعنى أنه الحاجة اللي كل الفقهاء أجمعوا عليها زي ورسة زي جواز زي يعني حاجة ما فيهش كلام أما للأحكام إيه؟ الأحكام تفتح باب أنا شايفه خطير جدا لأنه الشريعة هي اللي سبتها الفقه المتغير يعني الشريعة دي قانون طريقتي في قراءة القانون وفهمه وشرحه هو الفقه الشريعة هو بند القانون دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى الفقهاء دول بني أدمين زينا فالفقهاء دول بيغلاطوا بيعملوا حاجاته بيغلاطوا ومختلفين تقريبا في حاجات كتير جدا وبالتالي لما بنقول المبادئ بنقول إنه اللي الناس اجتمعت عليه كله كله يبقى هو ده اللي نعمل طبعا طيار المتشدد سواء كانوا إخوة سلافين أو جماعة إسلامية لا عايزين الأحكام طب الأحكام دي تودينا فيه بلبلة خطيرة جدا لأن انت بقى لك عشر قرون الاجتهاد متوقف الفقه الإسلامي لو أنا غلطان أرجو حد يصحح لي بقى لنا عشر قرون ما فيش اجتهاد احنا بناخد من فقهاء عاشوا من عشر قرون طبعا شيء طبيعي بنكرر الشريعة هي القانون اللي هي بتاع ربنا سبحانه وتعالى والفقه هو إزاي يفهم القانون وأنزلوا على الواقع يعني إزاي أنزلوا على الواقع ما كانش فيه مثلا عند الفقهاء لا قانون مرور ولا قوانين للبنى ولا ما كانش فيه كلام ده لأن كان المجتمع مختلف لما أنت تقول النهاردة الأحكام أنت بتفتح باب لأنه أشياء كثيرة جدا ربما كانت ملأمة من عشر قرون أحكام فقهية الحقيقة أنها ما تبقاش ملأمة دلوقتي بمعنى إيه طالبان حركة طالبان في أفغانستان لما منعت مدارس البنات هي منعتها من دماغها لا هي معتقدة أن الإسلام يمنع تعليم البنات طب معتقدة ليه لأنه وجدت حكما حتى ولو كان شاردا واحد بس اللي قال كده بقى حكم فقه طيب يعني أنا قلت إيه أدي أمثلة بأن خطورة أن أنت نبتدي نطبق الأحكام قبل ما نكتهد يعني أنا مش ضد طبعا الاتهامات جاهزة والشتايم جاهزة وأنا متأكد أول ما هخلص البرنامج ده ويمكن من دلوقتي هتبتدي شتايم يا علمانيا فاصق يا كذا يعني أنا خدت على الشتايم دي مش دي النقطة أنا عايز لأن دي مصر دي بلدنا ممكن تضيع خالص وبالتالي الموضوع جد مش شزار وموضوع بقى ما فيهوش إسلامي ويساري لأ أنت النهاردة بتفتح باب خطير جدا خطير جدا لأن أنت لما بتقول الأحكام الأحكام دي متنوعة جدا والأحكام دي فيها سبعين طريقة وأنا شايف أنه ما ينفعشي نبتدي نطبق أحكام الفقه غير لما نكتهد في الفقه غير لما نعمل فقه جديد لأنه الفقه القديم مش هينفعنا طيب أدي لسيادتكو نموزجين نموزجين طبعا عايز أقول لكم أنه في الدستور راجعوا بعد كده في المادة 22 بعد قالوا المبادئ راحهم عاملين لنا هداية لطيفة في آخر الدستور طبعا الأخوة السلفيين أنا يعني أكاد أشوف صواباحهم في المادة 22 بعد ما قلنا مبادئ الشريعة الإسلامية راحهم المادة 22 قالوا المبادئ دي اللي هي المصادر المعتبرة بحيث أنها تبقى الأحكام بس من غير ما أقول لوزي الأحكام طيب أنا جبت النهاردة مصدر محترم جدا جدا من مصادر الفقه الإسلامي لا يمكن لحد يجرحه والكلام ده أنا قريت هذا المصدر من زمان وأنا في الجرعة كتاب فقه السنة للمرحوم الشيخ سيد سبي كتاب فقه السنة للمرحوم الشيخ سيد سبي أظن ده محدش يقدر يقول بقى ده إيه يعني ده مصدر معتبر جدا أنا عايز أدي لحضراتكم نموذج على إن الأحكام الفقهية اللي كانت تصلح من عشر قروه ما تصلح لناش دلوقتي وخطورة إن أنت تضغط عشان يكون فيه أحكام الفقهة اللي ممكن البلد يعني تتمزق تماما طيب جبت بس حكمين كده موجودين حقولهم بالصفحة الشيخ السيد سابق بيقول مثلا إنه القصاص القصاص يعني واحد اتقتل واحد اتقتل من دمن شروط القصاص من دمن شروط القصاص إن الراجل اللي تقتل يبقى مسلم خلي بقى لحضراتكم معاه بيقول من دمن شروط القصاص إن اهو صفحة خمسة وعشرين صفحة خمسة وعشرين في الجزء التالت من فقه السنة ايه هي دي الأحكام بقى اللي احنا خايفين منها يعني احنا مش علمانيين ولا شيوعين ولا كفرة احنا خايفين على بلدنا خلاص صفحة خمسة وعشرين الشيخ سيد سابق بيقول ايه من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل من ناحية ايه بأن يسوي في الدين والحرية فلا يجود بيقولك فلا قصاص لمسلم قتل كافرا لا قصاص لمسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا طبعا ده الرأي الغالب في رأي واحد ضعيف وهو قال لا ده مش طيب دي يعني واحد لقدر الله ألف مرة لو ده اتطبق أنا الوقتي أنا مسلم واحد ابتي دايقني اتنين قبط تلاتة أربعة عشرة خدت المسدس خلصت عليهم مش حتقتل مش هاخد اعداء نتكلم في داية بقى تحبس بتاعها طيب صفحة تانية خلاص أنا بس بدي نمازك ده في فقه السنة مش من عندي صفحة تانية انه صفحة تلتمائة وتمانين جزء التالت فقه السنة في الشهادة لا تجوز شهادة الكافر على المسلم ادي الأحكام لا تجوز شهادة الكافر على المسلم يعني ايه يعني واحد حرامي مسلم دخل صيدلية فيها اتنين قبط تمام سرق الصيدلية مين اللي شافه اتنين قبط لا تجوز شهادة الكافر على المسلم والاستثناء الوحيد واحد بيقول في الوصية عصناء الصفر يعني واحد بيقول ممكن الكافر انا اسف طبعا بس هو ده الكافر اللي هو يبقى مسيحي يهودي اي حد طبعا ده 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 بيقول عليكم كده يعني انا طبعا مش عجبني بالكلام ده بس لازم ده اللي موجود في الكتاب خلاص يعني الراجل المسيحي لو شاف واحد مسلم بيموت بيموت والمسلم ما فيش قدام ورح مديله الوصية يقبل في الوصية خلاص وان كان شوفوا بقى الشفعي ومالك ودول الايمة يعني اتنين من الايمة الكبار جدا بيقولوا لا تجوز شهادة الكافر على المسلم ولا في الوصية اثناء الصفر ولا في غيرها قالوا ما فيش خالص طيب هذا الكلام على دماغنا من فوق طبعا الشتايم واليا كافر يعني طبعا اللي حتوجهلي بس انا انا لازم انابه الرأي العام في مصر ان احنا مقبلين على حاجة خطيرة جدا حاجة خطيرة جدا واخبار حضراتكو وبالتالي لا يجوز اطلاقا من الخطر جدا ان احنا نبتدي ننفذ احكام هي اتعاملت من عشر قرون خلاص عايزين تعرفوا نموذج ان شاء الله ما يحصلش في مصر طيب الكلام ده حصل في السودان حصل في السودان من ايام النوميري عملوا ايه بقى قطعوا ايد عملوا الاحكام القديمة لما عملوا الاحكام القديمة جم يطبقوها على جنوب السودان ام المجتمع الدولي اللي عايز يقسم السودان اصلا امريكا قالت لا ملك سوداء وبالمسيحيين بقى ما تطبقش عليهم حاجة انت وبعاين في الاخر زي ما انتوا عارفين اتقسمت السودان وان شاء الله انا ما يحصلش في مصر اللي عايز يعرف تطبيق الاحكام بهذه الطريقة يعمل ايه في مصر يقرأ كتاب ده كتاب ده مهم جدا الاستاذ عبد الماجد عليش صحفي سوداني كاتب كتاب موجود في الاسواق المصرية اسمه يوميات الدولة الاسلامية في السودان يوميات الدولة الاسلامية في السودان الراجل ده مش كاتب كلام من عنده الراجل ده جاب جاب اللي نشرته الصحف السودانية ايام ما كانت احكام الشريعة مطبقة انا عايز مصر كلها تقرأ هذا الكتاب قبل ما تنجرف مع واطفها انه شرع الله احنا اكتر ناس مش ممكن ابقى مسلم وبقى ضد شرع الله ولكن الذي يسيق لشرع الله هو ان انت تطبق احكام من عشر قرون من غير اجتهاد فتؤدي الى تمزيق المجتمع وتؤدي الى الاساءة للاسلام نفسه هذا الدستور لا يجب ان يمر بهذه الطريقة ودي قضية وطنية يشترك فيها الابتي والمسلم والسلف والليبرالي كل حاجة واشكركم ونلتقي الاسبوع القادم شكرا